لو كان عندنا مشكلة في عملية إحراز الأهداف من خلال فرص كتيرة بتوطح للمواجمين فبرضو كان عندنا مشكلة مسكناها يمكن كان كريم سعيد موجود على تحليل نادي الأهلي عندنا كمان مشكلة أنه نادي الأهلي 12 هدف من خلال مشوار مسلمين يدخل 12 هدف منهم 8 أهداف في الشوت الأولاني وشفنا ده في مباريات كتيرة جدا فلازم كمان تعرف فريق الإسماعيلي بالرغم من عدد الأهداف اللي سجلها نادي الأسماعيلي القديلة لكن شلونجو لعيب مميز عندك فخر الدين بن يوسف لعيب مميز كلهم لعيبة محترفة فكمان محمد صادق من لعبة كويسة من لعبة المنتخب الملومبي كمان على مستوى الدفاع نتكلم على مستوى التركيز لمدة 90 دقيقة أو أكتر في عملية الدفاع بالنسبة للفرقة كلها يعني ما نتكلمش على خط الدفاع لكن النواحة الدفاعية كمان لازم تتحسن بشكل أفضل مهم جدا بدليل إن كنت في الوقت اللي انت بتهاجم في الماتش الأخير ومضيع عشر فرص على الأقل الشيط الأول كرة واحدة بتروح عليك بتسكل مرماك ده يعني لا ده مش معنى إن أنا بركز قدام إنه وراء يبقى فيه مشكلة لا مهم جدا إنه أنا ركز قوي قوي لأن ممكن كرة زي كده تتعبني أنا بدل ما بدور على هدف الفوز بيت بدور على هدف التعادل وممكن أنا بدور على هدف التعادل كمان يجي فيها جون كمان الدغوط بتاعلى apsدغوط بتاعلى عليك فده مهم جدا يعني الحقيقة يمكن احنا دفاع الممتاعات دفاعية من اللي في اهلي في الفترة اخيرة تعالج بشكل كبير جدا بعد تعاقد الله مع بادر بنون آآ 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 آآوسع معه يعني بقى يعني دفاع حديدي بالنسبة لأ ده آآ لي لكن خلاص ظروف أجبرت أن آآ 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 باستعين بها سواسي من محتاج يركز قوي في مباراة لإسماعيل ما ياخدش فيه جوان ومباراة فيتة برضو لازم ما ياخدش فيه جوان. اكيد اكيد.